إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة وضف وزير الأقافة أنه ليس مسموحا بإقامة صلاة العيد بأي مكان غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فإنني أؤكد على إقامة صلاة العيد بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط دون إقامتها في السحاد مع تأكيدنا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا في المصليات ولا في المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في السحاد ولا في الطرقات ولا في الشوارع مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وفي سائر الصلوات من اصطحاب المصلة والالتزام بارتداء الكمامة وعدم فتح ضوارات المياه وإجراءات التباعد الاجتماعي